شهد العالم الإسلامي الكثير من القادة المشهورين لكن من بينهم يبرز اسم طارق بن زياد طارق بن زياد، القائد الذي فتح الأندلس رجل اشتهر بشجاعته وذكائه البالغين وهو من القادة الذين ساهموا في تاريخ الإسلام العظيم أصل طارق من البربر، إحدى القبائل الكبرى في شمال إفريقيا وقد نشأ في مدينة نفزة المدينة البارزة في تاريخ المغرب وفي العام 711 متراً أرسل موسى بن مصير الحاكم العربي لشمال إفريقيا طارق بن زياد إلى الأندلس وكان هدفه تحقيق الانتصار للإسلام كان الجيش الذي قاده طارق بن زياد يتألف من نحو سبع آلاف رجل ورغم العدد الصغير، كان لهم القوة الكافية لتحقيق الفوز واليوم، نحن افتخر بما حققه طارق بن زياد فهو ليس فقط قائداً، بل هو أيضاً رمزاً للشجاعة والتحمل في تاريخ العالم الإسلامي تذكرنا قصة طارق بن زياد بأن الشجاعة والقوة الروحية يمكن أن تحقق الانتصار حتى في مواجهة الصعوبات الكبرى ترجمة نانسي قنقر